حضرتك كتبت كتب سخيرة كلها نقد للحكومة ودي ممكن من أشارها امسك حكومة وكحيان في بيت الحكومة وفي كتاب كان عن دكتور شرف وفجأة حضرتك غيرت موقفك وكتبت كتاب تاني بقى شرف ونظيف مش ايد واحدة برضو مهمة قوي نعرف اللي صحف كبير زي حضرتك فجأة غير موقفه من رئيس الوزراء السابق خصوصا يعني انه كم يعني اطلق عليه لقب البسكوتة في وقت من الوقت وكان الناس كلها حباه وحضرتك كنت من أشد معجبين وكتبت كتاب عنه ايه اللي حصل وليه كتبت الكتاب التاني انت قلت الاجابة الناس كلها كتب حباه يعني واحد طالع من دين التحرير والناس شايلاء وبعدين تشوف تصرحاته في البداية انه مع الصورة وعمل مكتب لشباب الصورة جنب مكتبه ويشاركون اجتماعات شفت نموذك مختلف وبعدين قعدت معاه اكتر من مرة لقيت شخصية فعلا هو عوالا على مستوى الشخصي يعني انسان محترم وانضيف ويعني وخبالك الصحافة هي مرآة المجتمع انا لما اتعامل معاك ولاقي حاجة كويسة وخبالك انا لازم اكتب عنك امدح فيه لكن لما لقيت يعني قلبت وعملت تصرف او سلوك مش كويس برضو لازم اكتب مش معنى ان انا مثلا انت صديقي وبمدح فيك لكن شفت اي تصرف غلط لازم برضو في نفس الوقت ان انا اكتب برضو يعني انا ايه انا ارد فعلي يعني انت الفعل بتعمل ايه انا ارد فعلي فهو كان كويس فانا كتبت عنه لما اكتشفت ان حكومة هشة وما نفذتش ولا 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 مطلب من مطالب الصورة يعني احنا قلنا عدلة اجتماعية عدلة اجتماعية ازاي قلنا 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 مثلا القضاء على الفلول النظام الصابق من اول ما جيها صام شرف ما فيش قيادة ما فيش قيادة في مصر اه تعينت اللي اذا كانت مش شرطة اساس يكون من الفلول يعني هم بيختاروا كده ده حزب وطني او مجل الشورى ولجن السياسات ياخدوهم كل وده اللي حصل في كافة المؤسسات الصحفية في الرسائل البنوك تم التجديد لهم 3 سنين مرة واحدة حتى فاروق العقدة فاروق عقدة مرتبة من 100 الف جنيش هاريا وده يمكن حاجات من اللي اخذت على على دكتور كمال الجنزوري انه تم تمديد دكتور فاروق العقدة بصرف النظر عن تشكيل حكومة من عدمه طيب اخر سؤال بخصوص وزارة الشؤون العلاجية للمصابين واسر الشهداء وعايز بنحضر لك كلمة اخيرة بخصوص الموضوع كله نختم بيها لفق هو يا الوزارة دي طبعا اعلانها من يومين الدكتور كمال الجنزوري وللأسف لغاها مبارح وقال ان انا هكتفي ببدل وزارة هتبقى مجلس اعلى لعلاج اسر شهداء ومصاب الصورة فطبعا دي قد صدم احنا قلنا الحاجة الوحيدة او الميزة الوحيدة في التشكيل الوزاري او الجديد فيه انه هيهتم بس هو طبعا كافيه نقض لان انا المفروض بعمل وزارة وزارة دايما ما بعملش وزارة عارف انها تقفل بعد شهر او بعد شهرين الا اذا كان هو بقى عامل خطة خمسية انه كل شهر هيتقتل كام واحد في مدان التحرير يبقى دي حاجة تانية لكن انا ما عاملش وزارة يعني هو كان في بداية القرار خاطئ اعمل وزارة ليه لعلاج من اسر الشهداء لا انا اعمل فعلا يعني هو القرار التاني ده هو الصح اعمل حد يبقى مختص بيشوف شؤون المصابين واسر الشهداء ودي لو كانت موجودة عندنا ما كانتش حصل كل المظاهرات والاعتصامات دست ساعة تاشر نفهم لما كانتش حصل اه استاذ محمد فتح الله مدير تحرير جارية الجمهورية نورتنا ونتمنى الاوضاع تبقى الف شكرا شكرا مشاهدينا دي كانت فقرتنا انتظرونا مع فقرتنا الاخيرة في نارك سعيد بعد الفصل على طول تابعونا شكرا